تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول بارك الله فيكم ذكرتم قضية يعني البيع فإذا كان الإنسان مقيما في دولة الإمارات حرسها الله يقول فمن هو ولي أمره الشريح الشيخ خليفة حفظه الله وعفاه أم إمام بلده الأصلي أما البيع فلا تتنقل بالسفر بل البيعة واحدة بيعتي أنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وأنا الآن في الإمارات بيعتي للملك سلمان ما تنتقل بيعتي وتصبح للشيخ خليفة ما دام أنا في الإمارات ولكن الواجب علي أن أقر بولاية الشيخ خليفة هنا وأن أسمع له وأطيع في غيري معصية الله فالموجود في الإمارات ممن ليس من أهلها البيعة في عنقه ليست للشيخ خليفة حفظه الله وألبسه لباس العافية وبارك فيه وإنما بيعته لولي أمره إن كان تحت ولايةٍ مسلمة في بلده ولكن إذا جاء إلى الإمارات واجب عليه أن يسمع ويطيع في غير معصية الله وأن يحترم نظام البلد كما يقال الذي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وهنا تنتبهون إلى قضية لأن من الناس من يخلط بين البيعة والسمع والطاعة فبعضهم يقول أنا والله مقيم في الإمارات ليس في عنق بيعة إذن لا يجب علي أن أسمع وأطيع لا صحيح أن البيعة التي في عنقك واحدة ولا تتنقل بتنقلك من بلد إلى بلد على سبيل السفر لكن السمع والطاعة واجب للأمير الذي تكون تحت ولايته وهذا هو الأمر الذي يجب أن يفهمنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة